ويبقى معنا من إسطنبول مرسلنا محمد المشهراوي إذن محمد تبعنا تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وأيضا تبعنا معك الجانب في إسطنبول فيما يتعلق بتصدير الحبوب وتطبيق اتفاقية التي وقعت تقريبا منذ شهر نوجز أكثر ما بحثه الأمين العام وأيضا إن كان هناك أي رؤية للمرحلة المقبلة أو أن الأمور ستستمر على ما هي عليها طبعا كان كما بدأ أمين عامل الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في هذه الزيارة وهذه الجولة بمحطاتها المتعددة في إسطنبول بدأ مرتاحا وأعرم عن شكره لكافة الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية وهنا يعني تركيا روسيا أوكرانيا وأيضا الأمم المتحدة بصفتها الطرف الرابع الراعي لهذه الاتفاقية وتحدث عن انسيابية في سير وإبحار سفن الحبوب عاين بنفسه عمل لجنة التنسيق المشتركة كان هناك أيضا سفينة عائدة من أحد الموانئ العالمية في طريق العودة إلى أوكرانيا وتوقفت في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وعاين عملية إعادة تفتيش هذه السفينة في طريق عودتها بعد ذلك تحدث جنبا إلى جنب مع وزير دفاع التركي حول هذه القطوات وحول ما تطمح إليه الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة وهو في شقين الأول زيادة عدد هذه السفن ضمان سيبيتها وذلك تفاديا للوصول إلى أزمة في الغذاء بحلول عام 2023 هذا ما تخشى الأمم المتحدة ولا تزال هذه المقاوف قائمة بالرغم من إبحار عدد من السفن حتى الآن نتحدث عن 27 سفينة والعداد في ازدياد يقول وزير الدفاع التركي أما الجانب الآخر الذي تحدث عنه أمين عام الممتحدة وهو المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالسفن الروسية السفن الحبوب والمواد التجارية الروسية غير الخاضعة للعقوبات الغربية يتوقع أن تنفذ هذه المرحلة في الأيام القليلة المقبلة وفق أمين عام الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك من اسطنبول مرسلنا محمد المشهراوي شكرا